مرحبا السلام عليكم كيف كان اصدقائي المتابعين رجعناككم بالدرس الثالث من سلسلة تعلم اللغة التركية من خلال اهم الجمال قبل البدء بهذا الدرس ادعوكم بالاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لحتى وصلكم جميع اشعارات دروسنا ارجو ايضا دعمنا من خلال الضغط على زر الاعجاب واذا عندكم اي سؤال او اي استفسار اكتبوه في قسم التعليقات اسفل الفيديو قبل البدء ادعوكم بالانضمام لدوراتنا التعليمية للغة التركية يوجد لدينا العديد من الدورات التعليمية دورات لتعليم القراءة والكتابة للغة التركية من خلال هذه الدورة من نركز على مخارج الحروف وطريقة تهجئة الكلمات بالشكل الصحيح لامكانية كتابتها وكل هذا يتم بشكل عملي وتفاعلي من خلال قراءة العديد من القصص التركية ويوجد ايضا دورة تعليم المحادثة لمن يريد تعلم المحادثة فقط يوجد دورة لتعليم المحادثة من خلال هذه الدورة نركز على اتقان المحادثة عبر اهم الحوارات والمحادثات التي نحتاجها بكسرة في حياتنا اليومية مثل في البنك وفي المشفى وفي الفندق وايضا عن طريق التلقين السمعي من خلال المسلسلات تعتبر هاي الطريقة من افضل الطرق لتعليم المحادثة وايضا يوجد دورة تعليم المناهج التركية يوجد عدة مناهج من هاج اسطنبول يونس امري غازي عنتار للاستفسار او التسجيل بدوراتنا المتناوعة تواصلوا معنا عبر الواتس اوب ستجدون رابط الواتس اوب بصندوق الوصف وبأول تعليق والان دعونا ان نبدع بدرسنا كيف حالك؟ نصل سنز نصل سنز نصل كيف؟ حالك؟ نصل سنز نصل نصل سنز ما اسمك؟ أدنة 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 اسمنة أدنة اسمنة يمكن أن نستخدم اسمنة أو أن نقولها بالطريقة الأخرى أدنة يوجد طريقتين لقول ما اسمك أدنة اسمنة الاسم هو اسم أو آد أدن اسمك اسمن اسمك أدنة اسمنة وتعني ما اسمك من أين انتم من أين أنتم؟ نرى لي هي أداة للسؤال عن الجنسية من أين أنتم؟ من أين أنتم؟ من أين أنتم؟ أنا من سوريا بان سورياليين بان أنا سورياليين أنا سوري بان سورياليين هل أنت تعيش هنا؟ برادة م يشورسن برادة م يشورسن برادة هنا م أداة السؤال هل يشورسن يشمك العيش يشورسن أنت تعيش برادة م يشورسن ملاحظة يمكن إضافة أداة السؤال في نهاية الكلمة عادة تكون في نهاية الكلمة ويمكن أيضا ندخلها في وسط الكلمة. عند ادخالها في وسط الكلمة تعبر عن الكلمة سؤال استفسار عن الكلمة الذي قبلها بشكل اضق. هنا يعني هل انت من هذا المكان? يعني هل انت من هذا المكان? يعني ماذا تعمل? ما او ماذا؟ او ما او ماذا؟ ا شخص عمال في؟ او ماذا تعمل? يعني... او ما عملك او ماذا عملك؟ او او اراتمان او ما او او اراتمان. معلم. ام لاحقا الشخص التعامل بان بان أوريتمنم بان أوريتمنم أنا طالب بان أورنجييم بان أورنجييم بان أنا أورنجي طالب يه حرف حماية لما أنا ألتقى حرفين صوتيين إم لاحقة الضمير الشخصي للضمير بان بان أورنجييم إلى أين أنت زاهب؟ نرى قدوم؟ نرى قدوم؟ نرى قدوم؟ نرى إلى أين؟ قدوم... قدمك الزهب قدوم يا الزهب قدوم أنت زاهب أنا زاهب إلى العمل بان إشه إلى المدين أنا زاهب إلى المدرسة أنا زاهب إلى المدرسة أنا زاهب ولهون أصدقائي ما يكون انتهينا من درسنا الثالث في نهاية كل درس نقوم بإعطاء وظيفة وحلها عن طريق الإجابة بقسم التعليقات أسفل الفيديو سؤالنا لهذا الدرس أنا أريد الذهاب إلى المشفى أرجو من جميع التفاعل ومشاركة إجاباتكم بقسم التعليقات أسفل الفيديو ولمعرفة الجواب الصحيح سوف نقوم بالإجابة على هذا السؤال وأسئلة الدروس السابقة في منتدى القناة أرجو من جميع الدخول إلى منتدى القناة والتفاعل أيضا هناك ستجدون إنشورات جدا مهمة ومفيدة وجميع أخبار الدروس ومتى مواعيد نشر الدروس ونذكركم للانضمام بدوراتنا التعليمية للغة التركية يوجد عدة دورات للاستفسار تواصلوا معنا عبر الواتس أب ستجدون رابط الواتس أب بصندوق الوصف وبأول تعليق ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لحتى وصلكم جميع إشارات دروسنا القادمة بشكل مباشر وأرجو دعمنا من خلال الضغط على زر اللايك تنستمر بنشر المزيد وأرجو مشاركة الدرس لنشر العلم لكي يستفاد الجميع وأيضا شاهدوا الدروس السابقة لكي تستفيدوا طبط بأمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر